تضم بلادنا صوتها إلى صوت باقي الدول الإسلامية والعربية للتعبير عن فائخ القلق حول الأوضاع الخطيرة والغير المسبقة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتروبر 2023 والتي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى الدمار الهائل والحصار الشامل على غزة في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية وأبرز صاحب جلال رؤيته من أجل الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل النهائي لهذا النزاع وذلك وفق المنظور التالي أولا إذا كان التوصل إلى وقف الحرب في غزة أولوية عاجلة فإنه يجب أن يتم بموازات مع فتح أفق سياسي كافيل بإقرار سلام عادم وعادل ودائم في المنطقة تانيا إن اعتماد مفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا تالتا إن إرسال أمن الاستقرار بالمنطقة لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين تكون فيها غزة لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر